إيه هي الأول حملة إيكو إيجبت؟ حملة إيكو إيجبت هي حملة تم إطلاقها من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهدف الرئيسي منها هي الترويج لمنتج السياحة البيئية داخل 11 محمية من 30 محمية بتوع جمهنة مصر الرئيس الحملة دي أطلقت في 2022 وهي بتستهدف أربع محاول رئيسة طب احنا نتكلم عن السياحة البيئية هي السياحة البيئية زي محاك تفضلت وسألت هو منتج أو نمط مختلف من السياحة بيقوم على التأدير والاستمتاع بالموارد الطبيعية والثقافية طب ايه اللي في مصر زاخر بالموارد الطبيعية؟ ايه أحسن وأجمل موارد طبيعية موجودة؟ موجودة فين؟ موجودة في محمياتنا الطبيعية طب ايه موضوع الموارد الثقافية دي؟ ده الموروث الثقافي أو التراث الثقافي لأهلنا من القبائل المختلفة العيشين داخل وحول المحميات تبقى أنا هنا بقى عندي المحورين الأساسيين للسياحة البيئية موجودين داخل محميات مصر وده كان غير مستغل قبل كده فالحملة اطلقت علشان تروج لهذا النمط من السياحة داخل المحميات الطبيعية تركز على الأربع محاول رئيسية هتشوف ايه داخل المحميات من موارد طبيعية مناظر جمالية بحار جبال وديان تنوع ميولوجي زاخر وفي نسقي ده قوي ما تعرفش عنه عندنا ايه في مصر منه فأول حاجة نشوف ايه داخل المحميات تاني حاجة هنقابل مين داخل المحميات وأنا بقى بنركز عن الارث الثقافي لسكان المحلي ثلاث حاجة ايه الانشطة اللي ممكن نعمل داخل المحميات لان المحميات بطبيعة الحال مش كل الانشطة تنفع فيها لان هي محمية قائمة على حماية او صون الموارد دي فلازم انشطة تحافظ عليها اخر حاجة هتقعد فين داخل او تقيم فين داخل او حول المحميات لان انا مش عايزك تيجي تزور المحمية وتمشي انا عايز اقلبها لمقصد سياحي فهنا بقى بنتكلم عن الايكولوجز او النوزل البيئية او الكامبس وكذا لكن كنا في ايكو ايجيب من اطلاقها وبما اننا نحن مكناش مستغلين الموضوع المحميات ده بالشكل الجاية فكن لازم اول نفهم الناس هي محمية ومحمية ليه وتساعدونا ازاي في حمايتها تعالى واستمتع بيها يبنا بروج المحميات لو هزيه المقاصل السياحية تعالى واستمتع بيها بسخد بالك محمية بنعمل فيها كذا وهذه الانشطة المتاحة وهذه الانشطة المحتاجين ونعملنا واخدين بنا من واحد اتنين ثلاثة فدي الحملة ببساطة جاية منين جاية من رؤية رؤية من خمس سنين الهدف الرئيسي ان احنا نخلي المحميات الطبيعية دي او نحط محمياتنا الطبيعية دي على خريطة السياحة البيئية طيب يبقى انا محتاج اقدم خدمات للسياحة البيئية عشان نقدم خدمات كلازم اعمل البنية التحتية والبنية الخدمية اللي اقدر بيها اقدم خدمات السياحة البيئية داخل المحميات يبا احنا اشتغلنا على البنية الاساسية وخدمات الزهور كويس تاني حاجة اطلقنا الحملة اللي بيها بنروج اللي المحميات والانشاطة اللي ينفع تتنفذ داخل المحميات تالت حاجة علشان انشاطة دي تتنفذ انا محتاج بعض المستثمرين الفاهمانين تالسياحة البيئية تيجي وتبدأ تستثمر وتقدم خدمات او تعمل نوزل بيئية يبقى انا كده قفلت الدايرة نقص ان انا اروج له وهو ده اللي انا بدعمله من خلال إيكو إيتشوت